مالك بس يا أبا؟ مالك بس يا أبا زعلان ليه يا أبا؟ مين اللي مزعل الجميل؟ إيه اللي حصل بس؟ إيه اللي مزعله؟ وهم مفتوموا بيسنن يا ستي هي العيال الصغيرة كده أول ما يسفتموا يخشوا في التسنين ياخدوا لهم كام يوم ينيقوا ويبقوا مقريفين وانت إيش عرفك بالعيال؟ تكون إيش خلفتي من ورايا ولا حاجة؟ إيش عرفني إزاي يا ستي؟ أم المين اللي بربي معاك سيدي سليم وسيدي سليم؟ صدقين ست حابيبي يلا إيه ده؟ إيش شامة تيه؟ تي كانت لسه من كام يوم قد النقطة الصودة قد برسل إبلا؟ أم يا ستي صحيح إيه يا بطل؟ يا أبو الأفطال؟ يا أبو شامة وعلامة؟ إيه؟ أنت بتقوله إيه؟ أنت بتقوله يا أبو شامة وعلامة؟ وأنا قلت حاجة غوط توه في الكلام توه هي عادتك ولا هتشتريها؟ زي ما توهت قبل كده لما عمر كان بيسألك على الموضوع الطر لا بيض كلام إيه اللي أتوه فيه؟ أنت عارف أن أنا بعدت الوضوة مخصوصاً النهاردة عشان يدور عليك ويجيبك عندي عشان أسألك على الموضوع الشامة ده؟ ويعني عشان أنا دلحت جوضة؟ وقلت له يا أبو شامة وعلامة؟ أيوة أهي هي الشامة دي؟ يعني معقولة بقى بغير ليبني النهاردة الصبح وفاجأة لقي شامة في الدراعة وما كانتش موجودة قبل كده وإنت تيجي دلوقتي تدلعه وتقوله يا أبو شامة وعلامة ويبقى عادي؟ ده اسمه إيه ده إن شاء الله؟ دي يمكن وحمة أنت مخدتيش بالك منها قبل كده وقلت يا أبو شامة دي جات معايا بالصدفة يا سلام وحمة هتبقى في دراعبني ومش هشوفها؟ أنت عايز تثبت على جناني يا عمو عبدالله؟ والله يا فاطمة أنت اللي حسبت على جناني أنت وجوزك ربنا رجعه بالسلامة يا رب هو يطلع لي بحكاية الطير الابيض اللي معرفش إيه وإنت عاملالي قصة عشان تلعت جودر وقلت له يا أبو شامة وعلامة طيب وأي منات المسلمين يا عم عبدالل إن أنا قلبي حاسس إن الواد سالم ما كانش بيجدف في موضوع الطير الابيض ده وأي منات المسلمين كمان مرة إن أنت على علم الموضوع الشامة اللي ظهرت في دراعبني على غافلة دي يا فاطمة ده أنا عمك عبدالله الحطاب اللي مربيك وانت لسه ما طلعتش من البيضة وكنت بسيلك ودلعك زي ما أنا بسيل ودلع جودر دلوقتي فجأة كده وعلى كبر بقيت طير بجنحين سطل خروب على تمرين داشار بطل أنا يا معلم مرعي اللي معرفتش مين الجيانة جوداد دول دول أولاد المعلم مصخروس سكنين جديد فتخان عند المعلم أبو هنظور أه أنا عرفت طب أضام عرفت تسأل لأ أهواجي أخي ما شوفك عرفت والله إسه عرفت 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 سطل خروب يا شارباطل أناية الله هو أنا كل ما روح بحدة ألاقيك موجود مش عارف مش عارف أناية لا بقولك إيه أنا بحب الراجل جريء والي جيب منه آخر لو عايز تقابلني قولي نرتبها سور بس جيب معك جودر عشان محدش يشوك فيها طب والخروب لما نبقى نتقابل